عملنا تغطية باللغات الإفريقية ودي كانت حاجة جديدة من نوعها إن احنا بنعمل تغطية الحدث كأس يوم الإفريقية باللغات الإفريقية ده من خلال إيه؟ قدمت الخدمة من خلال إيه؟ من خلال سوشيال ميديا فيسبوك من خلال الصفحة بتاعتنا اسمها صفحة مبادرة لغتي إفريقية دي عملنا تغطية لكأس يوم الإفريقية من مطشي الافتتاح من قبل كمان الافتتاح ما يبدأ بالأخبار عن فرق البطولة واستعداداتها مروراً بقبل اللي حصل في البطولة والنتائج حتى آخر مطشي بتاع الجزائر إزاي الأفارقة عارفوا إن فيه مبادرة بالاسم ده أو خدمة بتقدم عشان هو يدخل عندك ويشوف ويقرأ بحكم إن احنا طلبت لغات إفريقية من زمان فطبيعي إن احنا عشان يتكلم لغة أفريقية لازم يكون لنا أصدقاء أصلاً أفارقة عشان إحنا من خلال دول بنمارس اللغة معاه ده ممتاز وفحنا طبعاً قالينا الحمد لله متابعين كتير حتى بعيداً عن المبادرة حتى على مستوى صفحاتنا الشخصية على الفيسبوك وعلى مستوى الصداقة الشخصية كمان بس فمن هنا طبعاً بدأت الفكرة الحمد لله نكحته في قبول كبير الموضوع عندنا مش بس يعني مكتصر على موضوع التغتال إعلامية لأحنا نسا عندنا شك أكاديمي إن شاء الله الفترة الجاية عندنا احنا عملنا بروتوكول تعاون مع مكتبة مصر العامة الرئيسية في الجيزة لعمل أول وأكبر منحة لتدريس اللغات الإفريقية في مصر والهدف من المنحة دي إن احنا بننشر لغات إفريقية في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية وده بيتماشى مع توجهات الدولة والسيد الرئيس يعني نحو أفريقيا في الوقت الإفريقية نحن عايزين عملية تواصل وتبادل ثقافي واجتماعي وفكري بين مصر وبقاء الشعوب للقراء الإفريقية لأن مصر دي بغاية إفريقية وهي جزء لها يتجزى من أفريق صحيح اشتركوا في القناة